بسم الله الرحمن الرحيم نحن في إذاعة مجلة قاك واليوم نريد أن يعني بين ثلاثة مذيعين موجودين معكم مستر شين ومستر واو والمتحدث معكم المهندس قاك لأنه تخصص قاك يحتاج مهندس وأنا مهندس الهواء طبعا اليوم أو كان يوم الأحد يوم الدردشة واليوم يوم التشاور طبعا في عندنا مشكلة في الستوديو في ناس بيلعبوا زيكم انتم من تلعبوا بالجوالات تكونوا مع أهاليكم في جلسة كده الأهل الجالسين واحد جالس يلعب بالجوال فيكسر قلب الأم ولا قلب الأب قالوا نجتمع شوية كده فيلعب بالجوال فيكسر قلبه يعني ما يقدروا يستمعوا طبعا نحن ثلاث دقائق هذه المشاور طيب نتشاور إيش يكون الموضوع اليوم مستر شين بتكلم عن اليوم الاتنين يعني كل اتنين على أجل في رمضان أنا المواصلات يقول المواصلات نقدم نصايح فقهية حق السيون يعني ما بطلت السيون ماشي طبعا في مثل يقول شاور وخالف لكن اليوم يعني كده واحد يقول نصايح تنصح مين يا باشا تنصح نفسك انت جاي عندنا في الاستوديو عشان تنصح نفسك ما تنصح نفسك لبيتك والتاني يقول مواصلات مواصلات اي انت تعبت لما جيت هنا واصلت بالمواصلات تعب كتير طيب ممكن بعد الفاصل نواصل ونشوف ايش هتكون اليوم يوم الاتنين هيكون الموضوع عن ايش شكرا عدنا اليكم وطبعا هنا عندي المزيعين الاتنين دولار شاشين مستر شين ومستر واو يفكروا زي امس يعني حدين فرصة مثلا هم يفكروا كيف ليه مش امس كانت حلقة دردش اما اليوم الحلقة حتكون عن العنش واحد مستر شين قال المواصلات وهو طبعا نايم اظن انه نام في انت قيت في ايه في توك توك يعني وهو نايم في التوك توك كان يحلم لو كان طار التوك توك توك يطير الغاص واحلام هو اول ما جاء قال يا ريت توك توك يطير عشان كده قال المواصلات اظن في فيلم او في فيلم كرتون انتو الصغار اللي طبعا نحنا بنتكلم معاكم في فيلم بز يطير صح فاهمينو اظن هو شافه فقال يا ريت توك توك يطير هو بيهج رأسه شو بيقول اه 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 ولا اه لا اه 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 شفت فيلم بز 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 يطير بز يطير شفته والله لا مستر واو ما شاف مستر شين شفت بز يطير شفته عقبك يعني جدا اتمنى اي شيء مواصلات يطير طيل هو مسكين يعني كلهم دول الاثنين عاشوا في زمن يعني يحلم انه يمتلك سيارة من السيارات دي انتو الان تحلموا اه تمتلكوا سيارة طير يعني الحلم هو كان عمره 12 سنة متى امتلكت سيارة عمرك كم تلاتين تلاتين يعني بعد 18 سنة وانت امتلكت سيارة متى امتلكت امتلكت امتلك السيارة عندي اه في الاربعين في الاربعين لكن بسو من الاربع عشر سنة اي بسوغ غير ويمتلك غير فانتم اه احلموا كده تمتلكوا سيارة زي السيارات اللي امتلكوها مستر شين ومستر واو ولا سيارة كده زي التوك توك يطير وحاجات كل واحد يطلع كده من الحوش بتاعه ولا السطوح ويطير بعربيته بسيارته طبعا انتم بتتخيلوا انه هذا ما حيصير كانوا هم يتخيل انه ما حينتلك سيارة نفس الشي كان حلم عنده حلم فانت احلم فايش رايكم نخلي الحلقة على المواصلات العجيبة في عام الف في رمضان الف واربعمية و تلاتة وستين انت قلت ايه تلاتة وستين يعني سير عمركم كم اتنين وثلاتين فانت قول لي ايش العربية اللي انت عايزها ومواصفاتها تدندل اكتب في التويتر قول في اليوتيوب قول في اي حد بسم الله الرحمن الرحيم عدنا اليكم ونحن معكم في فقرة شاورهم وخالفهم طيب فضل استريح هذه الفقرة في بثنا يوم الاثنين وهي كل اثنين من كل اسبوع باذن الله طبعا مر معنا الكلام وما زلنا في هذه الفقرة نتحاور على الاشياء اللي ستواجه اللي ستواجه ابناءنا وبناتنا من السن في صف السادس ابتدائي من السن اثنى عشر سنة الى ستة عشر سنة تكلمنا او احد المذيعين قال يريد ينصح نصايح عنده نصايح بس نبغى نصايح كيف نوصل لهذا الزمن تكلمنا الاحلام كانت احلامكم لما كنتوا في السن ده انك السيارة تملك سيارة يعني حلم كل واحد حتى الان يعني حلم الصغار حلم الناس كلهم انه يملك سيارة فقلنا السيارة انت ملكتها عمرك في سنة اربعين سنة والتاني في سنة امنتعشر سنة فمن اتنعشر لأربعين يعني فيه زمن طويل لكن السيارة كيف حتكون تكلمنا على الاخلم من كان في التكتك وكان يحلم انه لو طار بيه التكتك زي شاف هو صغير بز يطير فقال لو طار التكتك فالسيارات حتطير السيارات حتطير في تلعته ستين وبدأ الآن الانتاج انتاج العربيات السيارات اللي بتمشي بالكهرباء والسيارات اللي بتمشي بدون راكب وحتى تتغير بدون سائق يعني واحد فيكم ممكن يسوق سيارته سيارة ابوه وسيارة امه وسيارة اخته او يكتفي بسيارة واحدة توصل امه واخته وابوه وهو اللي بيسوق المهم السيارات الان موجودة الكهربائية وفي طبعا في عام خمسة وعشرين تلاتين في المية من سيارات امريكا اللي مع الناس حتمشي في الطرقات بدون سائق لا وفي شي تاني في ناس يحبوا يأكلوا الهامبورغر صحيح بدأ بيع الهامبورغر لحم بقري او شكل منتج من غير بقر وفراخ من غير فراخ وبدأ انتاجه وبيعه لا وكمان نكتفي بهذا القدر ونتابع بعد الفاصل مع مستر شين عنده حكاية عن الملاجئ بعد حرب كورونا اللي الناس حيحطوا الأكل فيها تكفي خمسة عشر سنة عدنا ما اليكم وما زلنا في فقرة يوم الاثنين وهي من كل اثنين باذن الله وهي فقرة شاورهم وخالفهم اريد ان اختم اختم هذه الفقرة ولكن سوف اذكركم ان هناك فقرة يوما احد كانت دردشة وستعرض كل احد وفقرة الاثنين ستعرض كل اثنين يعني مجموعة الفقرات يوم الاثنين تعرض في يوم الاثنين في اليوتيوب وكذلك على التويتر وكذلك على ايضا تليجرام على التويتر مسابقة خمسة رمضان او هاشتاك مسابقة خمسة رمضان اندرسكور 1443 وعموما التواصل معنا الكنترول لمجلة قاق التي فيها المسابقة عن طريق التويتر ات هدى 4000 كلم هات هدى 4000 كلب اتش او دي اي 4000 كلب سي ال يو بي نرجو ان يتواصل معنا احبابنا وهم شبابنا من بنات واولاد واولاد في السن من 12 سنة الى 16 سنة للاشتراك في المسابقة طبعاً المسابقة حول جميع ما تقدمنا به في الايام الاحد الاثنين الثلثاء الاربعة ويوم الجمعة ويوم الجمعة باذن الله ستكون هناك الاسئلة والتي هي التنافس بين فريق سما وفريق ارت طبعاً نذكركم فريق سما مستر شين وفريق ارت مستر واو لتحقيق الاحلام ولا اطيل عليكم ننقاكم غداً الثلثاء وشكراً اشتركوا في القناة وشكراً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة